وفي تعز دشنت مدارس المدينة صباح اليوم الأحد انطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 وبلغ عدد الطلب الملتحقين بالمدارس هذا العام نحو 467 ألف طالب وطالبة منهم 67 ألفا في المرحلة الثانوية بحسب إحصاءات مكتب التربية والتعليم في المحافظة وشهد اليوم الأول من العام الدراسي التزاما وانتظاما بنسبة كبيرة من قبل الطلبة المسجلين في مختلف الصفوف الدراسية ومن جهة المعلمين في مختلف المدارس وقال نائب مدير مكتب التربية والتعليم في تعز الدكتور عارف الصامت إن عدد المدارس في المناطق المحررة من المحافظة تزايد خلال السنوات الأربع الأخيرة بنمو سنوي يقدر بنحو واحد ونصف في المئة عدد المدارس في التساع خلال الفترة من 2018 إلى 2022 هذا المتوسط أو هذا النمو السنوي بلغ حوالي واحد وربعة من مئة حيث أصبحت عدد المدارس تقريبا في المناطق المحررة عبارة عن ألف وست مدارس منها أربعمائة وثمانين مدرسة أساسية منها أيضا تقريبا ثلاثمائة واثنين وستين أساسي ثانوي منها تسع مدارس ثانوية منها أيضا مئة وخمسة وخمسين مدرسة أهلية هذا حتى نهاية العام 2022 وذكر نائب مدير مكتب التربية والتعليم بتاعز في تصريح خاص لقناة يمن شباب أن أبرز العوائق والتحديات التي تواجه سير العملية التعليمية في تعز هي الكثافة السكانية الكبيرة والوضع الاقتصادي المتردي للمعلمين والعملين في القطاع التربوي أبرز المعوقات التي تواجهنا هي الظروف الإقصادية التي يمر بها المعلم عدم إعطاء حقوقه من العلاوات والتسويات أثر على نفسية المعلم بشكل كبير وأدى إلى عزوف أو نوع من عدم الرضا عن القيام بمهمة التعليم أو التدريس هذا كانت من أهم المعوقات أيضا نحن هنا وخاصة في محافظة التعز بشكل خاص الزيادة السكانية التي تؤثر على أو تضغط على المدارس خاصة الحكومية